من المشاريع التي تبنتها منصة أريد العلمية مشروع أبناء العلماء عبارة عن منصة رقمية تعنى بفئة اليافعين من سنة 12 إلى 18 سنة للمستجدات والمستحدثات في موضوع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الباحث الصغير في عندنا سياق كامل للبحث الصغير التفكير العلمي المهندس الصغير حقيقة الكثير من الأبناء يعانون في اختيار التخصص ما يعرف ما هو التخصص الأنسب له في المستقبل فيدخل بشكل يعني عشوائي لاختيار التخصص ويمضي بضع سنوات وقد يتفاجأ أنه ليس التخصص المحبوب له أو المرغوبة له مستقبل وله فرصة في سوق العمل لهذا جاءت فكرة منصة أبناء العلماء Sons of Scholars توفر بيئة لأبناء أعضاء منصة أريد العلمية لتوعيتهم بمساقات متنوعة في مواضيع علمية هامة من ضمنها البحث العلمي، من ضمنها الذكاء المالي، من ضمنها الباحث الصغير، من ضمنها الطبيب الصغير كل هذه المساقات يمكن أن تكون متواجدة في منصة أبناء العلماء وحقيقة لاقت الكثير من الاهتمام من قبل الباحثين الذين شاركوا بالمحفل العلمي الدولي للتسجيل والاستفادة من هذه المنصة العلمية التي تهيئ اليافع لسوق العمل وتفتح له الأفق كيف يختار تخصصها، ما هو الشيء الأنسب له، ما الشيء الذي يريد أن يصبح عليه في المستقبل فهذا تعريف موجز وبسيط بمنصة أبناء العلماء هنا طبعاً رسالة المنصة أنها تزويد الشباب الأدوات اللازمة لفهم وتطبيق المفاهيم الحديثة والتقنيات المتقدمة بما يساعدهم على تحقيق إمكانياتهم الكاملة ورسم مساراتهم المهنية منصة أبناء العلماء sos.ard.my شكراً جزيلاً لكم شكراً لكم